هذا هو فايند اكس اما الوزن فهو 186 جرام الشاشة تسيطر على واجهة الهاتف الامامية بشكل كامل باستثناء حفة صغيرة جدا بالاسفل ولتظهر الكاميرا الامامية ما عليك سوى فتح تطبيق الكاميرا وستنبثق من الاعلى في اقل من نصف ثانية حسب ما اشارت اوبو في الخلف ستجد شعار الشركة في المنتصف واسفله اسم الشركة وعبارة ديزاين باي اوبو عند فتح تطبيق الكاميرا ستنبثق الكاميرا الخلفية المزدوجة مع فلاش في الاسفل منفذ الشحن من نوع C وميكروفون وسماعة ومدخل الشريحتين والذاكرة الخارجية على اليمين زر التشغيل وعلى اليسار زر رفع وخفض الصوت واستغنت اوبو في هذا الهاتف عن منفذ السماعات 3.5 مليمتر كما انه تم استبدال مستشعر البصمة بمستشعر 3D لفتح القفل عن طريق الوجه ولا يوجد اي حماية ضد الماء والغبار الشاشة من نوع مولد بمقاس 6.4 انش وبدقة فول اتش دي بكثافة 403 بيكسل في الانش الشاشة تحتل بساحة 93.8% من وجهة الهاتف واستغلال جيد جدا للواجهة الهاتف يأتي بإصدار اندرويد 8.1 مع واجهة اوبو كالر او اس 5.1 وايضا باخر إصدار من معالجات كوالكم سناب دراجون 845 ثماني نوة بتردد 2.8 جيجا هيرتز مرفق بمعالج رسوميات ادرينو 630 الرام 8 جيجا بايت مع ذاكر التخزين 128 او 256 جيجا بايت يمكن تركيب ذاكرة خارجية حتى 400 جيجا بايت الكاميرا الخلفية مزدوجة الاولى بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.0 والثانية 20 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.0 ويمكن تصوير فيديو بدقة تصل الى 4K بثلاثين اطار في الثانية اما الكاميرا الامامية فهي بدقة 25 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0 اخيرا البطارية سعتها 3730 ميلي امبير غير قابلة للازالة ويتقبل الشحن السريع من نوع فوك وهو شبيه بشحن داش من وان بلس الهاتف بتوفر في اوروبا الان بسعر 1000 يورو ولا معلومات عنه في الشرق الاوضر